للمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك دكتور معنا على شاشة القاهرة الإخبارية إذن لا يزال الجدل قائم فيما يتعلق بالهجوم المضاد هل أتى موافقا للتوقعات بل أتى يعني مخيبا للآمال هل نازلنا نتحدث فعلا حتى هذه اللحظة عن هجوم مضاد أوكراني؟ سبب الخير نعم يمكن يقول البعض أنه مخيب للآمال نوعا ما وفي رأيي ربما كانت هناك مبالغة في تلك الآمال لأننا في الخريف شهدنا هجوما سريعا جدا في مقاطعة خركب ثم في مقاطعة خرسون وكانت توقعات أن هذا الهجوم سيكون سريعا مثله ولكن الظروف تغيرت حيث خلال الشتاء تمكنت القوات الروسية من تحصين وتعزيز خطوطها الدفاعية في تلك المناطق والجيش الأوكراني خلافا للقوات الروسية يوفر على أرواح الجنود ولذلك القيادة لا تسرغ في هذا الهجوم في هذا التقدم لماذا كانت هناك أسباب كثيرة لهذا التماهل لتأجيل بداية هذا الهجوم وخاصة كانت القوات الروسية تنتظر وصول المعدات الاسكرية الغربية والدبابات في المقام الأول والآن طبعا هناك أصبحت هناك طبقهات جديدة بشأن الحصول على طائرات من طراز F-16 وبالتالي لا داعي لإسراع في هذا الهجوم أهم شيء أن الهجوم يستمر أن الجيش الأوكراني يستهيد الأراضي وكما ذكر في الاتجاه الجنوبي استولى الجيش الأوكراني على أكثر من 160 كم مرابعا ويستمر في التقدم وأهم شيء أن الخط الأول لدفاعات الروسية تم خرقه واقتربت القوات الأوكرانية من الخط الثاني وهو الخط الرئيسي وبعد خرق الخط الثاني طبعا سيكون الهجوم سريغا أكثر من مكان ولكن بالمقابل دكتور حسب الصورة التي وصفت وقدمت حضرتك بالمقابل هناك صورة مغيرة تماما يتم الحديث عنها من الجانب الروسي ويأتي السؤال هنا هل تم ترويج وتسويق موضوع الهجوم المضاد إعلاميا وتضخيمه أكثر بكثير مما يجري فعليا على الأرض دكتور ميكولا بالنسبة لوسائل الإعلام طبعا لها سياساتها وأخيانا تستخدم كما قلتم لتسويق هذه المعلومات وكل وسائل الإعلام لكل جانب الجانب الأوكراني والروسي والغربي والشرقي يستخدم هذه المعلومات بطريقتها الخاصة وذلك من أجل الحصول على نتائج خاصة بها طيب دكتور هناك تحدثت عنه أو تحدث عنه الجانب الروسي بأن جنود الأوكرانيين سلموا أنفسهم للروس في هذه الفترة يتحدثون تحديدا عن مفرمة اللحم وبأن مع الأسف يزج بالأوكرانيين بشكل أو بآخر مدنيين وعسكريين فيما أسموه بمفرمة لحم تقودها أمريكا تجاه روسيا وليست أوكرانيا مع الاحتفاظ بالحق الأوكراني في كل ما يحدث على أراضي هل في شيء من الحقيقة فيما يصفه اليوم الجنود الأوكرانيين دكتور؟ نحن نعلم جيدا أن الجنود الأوكرانيين عندما يتم أسرهم من قبل روسيا يتعرضون لتعذيب للأسف الكبير ولا ثقة بما يقولونه تحت الضغط النفسي والجسدي أيضا يقولون ما يطلب منهم أن يقولوا بالنسبة لضغط أمريكا والدول الغربية على أوكرانيين لمواصلة للشان هذا الهجوم فأوكرانيا لا تنفذ أوامر أي طرف خارجي أوكرانيا تدافعها أراضيها وحياة شابهة نحن تهير الأمر منذ سنة تقريبا عندما رأينا مشاهد المقابرة الجماعية وغرف التعذيب في المناطق المخررة وفهمنا وأدركنا أن روسيا تشن الحرب من أجل الإبادة الجماعية من أجل إزالة الشابة الأوكرانية وبالتالي نحن لا نحتاج إلى أي دوافق خارجية لمواصلة فقط نريد أن نبقى على قيد الحياة ومن أجل ذلك نواصل القتال دكتور أحد الجنرالات الأمريكيين عذرا وليس جنرالا أنا أتحدث هنا عن مرشح للرئاسة وهو روبرت كيندي جونيور أشار بأنه لا يوجد أي طريقة في العالم يستطيع فيها الأوكرانيين هزيمة الروس هكذا تحدث وأطلق بتصريحات وأن أوروبا في ورطة خطيرة هل فعلا اليوم هذه الخروقات التي يحاول جانب الأوكراني إحداثها فقط لتحسين شروط تفاوض عند الجلوس بمرحلة ما مع الجانب الروسي لإحداث نوع من السلام وربما الأرض مقابل السلام اليوم يتحدث الأوكرانيون هذا السيناريو من بين السيناريوهات ممكنة طبعا ولكن حتى الآن طموحات الأوكرانيين هي تحرير كل الأراضي الأوكرانية وبعد ذلك ربما بدأ المفاوضات مع الجانب الروسي طبعا نتيجة هذه المعارك تتمدها على عوامل كثيرة جدا ومنها ضهم عسكري من طرف دول الناتو والحصول على مزيد من الأسلحة والذخيرة وإذا تمهلت هذه العملية طبعا ستكون أوكرانيا في وضع صعب وربما تطار في نهاية المطاف إلى مفاوضات بظروف غير ملائمة لها ولكن الآن الكثير من الناس من السياسيين من المفكرين حول العالم يبقون تحت تأثير ربما البربغاندا روسية ربما سياسة الروسية أو عوامل أخرى ويتحدثون عن سيناريوهات ملائمة لروسيا أكثر من أوكرانيا ولكن هذه السيناريوهات ممكنة كثيرة جدا أشكرك دكتور ميكولا باستون الأكاديمي والبحث السياسي كنت معنا مباشرة من كيف شكرا دكتور